وينضم إلينا من باريس المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين في الخارج الدكتور أمين ناصر مكي دكتور أمين مرحبا بك معي في هذه الساعة أريد أن أسأل أولا عن موقفكم في تجمع المهنيين السودانيين منذ بداية هذه الأزمة إلى اليوم هل تغير فيه شيء؟ هل تغيرت المعادلة بالنسبة لكم دكتور أمين؟ شكرا جزيلا للإستضافة الرحمة والمغفرة والمجد والخلود لكل شهداء السودان وعجل الشفاء للجرحة والعودة المفقودين موقفنا في تجمع المهنيين السودانيين من اليوم الأول لسنا في الحياد ولكننا ضد هذه الحرب العبثية التي قلنا أنها ليس للشعب السوداني فيها ناقة ولا بعير هذه الحرب التي زج بالجيش والقوات الدعم السريع فيها ولكن للأسف الخسائر معظمها من المدنيين والضحايا معظمهم من المدنيين نحن نتحدث عن أوضاع إنسانية صعبة جدا في السودان نتحدث عن آلاف النازحين والذين خرجوا إلى ولايات ومدن أكثر أمنا داخل السودان وهناك أيضا من نزحوا إلى مدن أو بلدان حدودية أخرى هذا الوضع الإنساني الكارثي الذي يواجهه السودانيون نأمل أن ينتهي قريبا نحن لسنا محايدون نحن ضد هذه الحرب جملة وتفصيلة نسعى في هذه الأثناء مع بقية القوى السياسية لحث كل الأطراف المتقاتلة سواء في القوات المسلحة أو في قوات الدعم السريع بالالتزام بالهدنة ووقف دائم لإطلاق النار هناك مباحثات جارية لأن تكون هناك كما ذكر ضيفك خبل قليل تستضاف السعودية أو في جدة مباحثات لوقف إطلاق النار وتم تسمية مبثلين عن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع لأن هذا في الأول والأخير في مصلحة الشعب السوداني الآن نتحدث عن التفاوض ونتحدث عن إبداء حسن النواية لوقف إطلاق النار طيب فيما يخص وقف إطلاق النار هل تواصلتم أنتم في تجمع المهنيين السودانيين هل تواصلتم مع طرفي النزاع لبحث أي تسوية ممكنة ونقل الصورة أيضا أو موقف الأحزاب السياسية السودانية بالنسبة لطرفي النزاع البرهان وحيمتي الأجسام المهنية المنخرطة تحت تجمع المهنيين السودانيين هي جزء من الأجسام والقوة الموقعة على الاتفاق الإطاري كلنا مع قوة السياسية والقوة الموقعة على الاتفاق الإطاري سعينا منذ اللحظة الأولى سعينا من قبل لعدم اشتعال هذه الحرب ولكن هناك من نفخوا من نافخي الكير وحمالة الحطب من نفخ في هذه الحرب وأشعلها منذ البداية من أنصار نظام المخلوع وكلنا شاهدنا ذلك ولكن بعد أن اشتعلت هذه الحرب حرصنا تماما لأننا حريصون على الشعب السوداني وحريصون على أهلنا في السودان أن تتوقف هذه الحرب تم التواصل مع الجميع لوقف والالتزام بالهدنة وبفضل هذه الجهود بحمد الله تم تمديد الهدنة ل72 ساعة ولكن نأمل أن يلتزم الطرفين بالهدنة لأننا الآن في هذه الأثناء ونحن نتحدث الآن هناك قصف على المستشفيات هناك قصف على المدنيين نحن ضد اتخاذ المدنيين كدروع بشرية ونحن ضد استهداف المستشفيات وقصفها والقصف العشوائي الذي يروح ضحايا المدنيين غريفتس وكيل الأمين العام للأمم المتحدة سيتوجه إلى السودان قريبا جدا لبحث هذه الأزمة والتي ربما حذر منها أو وصفها أيضا بأنها تتفاقم والأزمة ربما هي في موقف صعب وتتجه للأسوأ ما الذي تتمنونه على غريفتس في هذه الزيارة فيما يخص العملية السياسية التي توقفت في السودان نتمنى من المجتمع الدولي أن يأخذ القضية السودانية على محمل الجد نحن نتحدث الآن عن هدنة إنسانية وهناك تم مشكورين في منظمات الصريب الأحمر إيصال معدات طبية للمستشفيات في السودان وهناك طائرة أخرى ستأتي قريبا نتمنى أن يتم فتح الممرات الإنسانية نتمنى الضغط على الجنرارات المتحارمين في السودان على إيقاف دائم لإطلاق النار وأن يعودوا إلى طاولة التفاوض لنتحدث بحل كل مشاكل السودان يمكن أن تحل بدون أصوات الرصاص والمدفعية وقصف الطائرات لأن هذه هي البنية التحتية للسودان السودان هو المتضرر الأكبر والشعب السوداني هو الخاسر الوحيد من هذه المعركة نتمنى أن تتم جهود والضغوط من المجتمع الدولي لقالة هذه الجيوش المتحاربة أن يتحكموا إلى صوت العقل لأن في النهاية المتضرر هو السودان ونأمل أن نتنتج هذه المفاوضات إلى وقف دائم لإطلاق النار أشكرك جزيل الشكر على انضمامك إليه في هذه الساعة من باريس المتحدث باسم تجمع المهنين السودانيين في الخارج الدكتور أمين ناصر مكي لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات